طبعاً يعني حلقة مبارح وضحت الحقيقة وضحت للرأي العام الموقف الرسمي لناتزة مالك بالأدلة وبالبراهين وبالمستندات أكدت يعني كل يوم أكدت أن الناتزة مالك بيواجه عدو شارس ممدوح عباس هو عدو نتزة مالك الأول في الوقت الحالي الأمور خرجت برا إطار المنافسة نتزة مالك النهاردة ما عندوش منافسة رياضية فقط نتزة مالك بقى عنده منافسة رياضية داخل المستطير الأخضر وداخل جميع الملاعب اللي بيشارك فيها نتزة مالك وعنده عداء شخصي لناتزة مالك متمثل في رئيسه المستشار المرتضى منصور من ممدوح عباس العداء ده يهدف إلى يعني اللي يضحك عليه كله قصة هو قصد مستشار المرتضى منصور لا هو يقصد أو يقصد في المقام الأول تدمير نادي الزمالك تدمير نادي الزمالك البنية التحتية الفرق الرياضية الفريق الأول كل الفرق اللي موجودة داخل نادي الزمالك هو يهدف لتدميرها يهدف لتدمير البنية التحتية ان انت تيجي أول الشهر ما تلاقيش لا مهندسين ولا قدرة هندسية ولا تلاقي موظفين ولا عمال ولا تلاقي أي حد موجود الناس دي لو تحملت شهر ما تحملش الشهر التاني لو تحملت التاني ما تحملش التالت هو هيفضل يضغط لغاية ما يفرغ نادي الزمالك من الناس دي لو استسلم المستشار المرتضى منصور وده صعب جدا 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 لأنه هو هدفه الأول أنه هو يخلي نادي الزمالك قوم تراب يخلي نادي الزمالك يرجع للعشر سنين اللي هو كان بيدير فيهم الناس ما تقولش بص الفرق ده إيه يبصوا على حمامات غير أدمية يبصوا على ملاعب مش موجودة يبصوا على أماكن للأعضاء مش موجودة يبصوا على نادي أشبه بمكان أيام ممدوح عباس يعني أنا ما ينفعش أقول نادي الزمالك كان مثلا مكان متهالك أو مكان مثلا أشبه بالمكان السيء لا أنا أفضل تشبيه ليه أقول نادي الزمالك كان يعني عايز يرجعه للوقت اللي كان فيه ممدوح عباس يعني كان النادي في التوقيت ده يعني كان الواحد مش عايز يقول لفظ يعني او مش عايز يقول مصطلح كنا بنرفض نروح النادي فالنهاردة هو هدفه وشغله الشاغل ازاي يدمر الكلام دي يدمره ليه عشان التاريخ لما ييجي يقارن ما يقارنش المستشار المرتضى منصور واللي عمله باي حد تاني مش هيجي يقولك لان هو مش هيتحط في مقارنة النهاردة انت عشان هو يتحط في مقارنة لازم تجيب حاجة سيئة عشان تليق بالماضي البغيب بتاعه ما ينفعش النهاردة تجيب واحد واخد عشرة من عشرة تقارنب واحد جاب سفر من عشرة فلازم تجيب واحد جاب سفر من عشرة وتجيب له واحد جنبه واخد سفر زيه عشان تقول ده كان سفر بس يعني كان بيزاكر وبتاعه التاني سفر بس ما كانش بيزاكر لكن ما ينفعش هتجيب واحد مثلا دكتور وتقول ده تقارنب واحد ما تخرجش من قولة ابتدائي فالنهاردة انت هتفضل في الحرب بديت وهتفضل في الكلام دوت لو خلصت مشكلة يعني لو خلصت مشكلة الحجز وحلت مشكلة الحجز مش هيسكت هيطلع لك بمشكلة جديدة وبأزمة جديدة هيطلع لك بتخريب جديد ليه هو هدفه هدم نادي الزمالك عشان ما ييد ناس ما تقولش الزمالك في عهد المصاشر المرتضى منصورة هو